السلام والله عليكم اصدقائي في فيديو جديد على قناتكم في هذا المقطع ان شاء الله يا اصدقاء اعتقد ان هذا المقطع سوف يعجبكم ان شاء الله وان العديد من الاشخاص كانوا ينتظرون هذا المقطع حيث سوف نقوم اليوم ان شاء الله بوضع الخطة المثالية في فوتبل 2023 وفي هذا الفيديو لن نقوم بوضع يعني سوف لن نعطيكم خطة يعني مثلا اربحة خمسة واحد او مثل هذه الاشياء لا سوف نقوم بوضع افضل اللاعبين في المركز الخاص به يعني سوف نقوم بوضع اللاعبين من حارس المرمى حتى المهاجم رأس الحربة سوف نقوم بوضع كل اللاعب في المكان الميتالي له يعني افضل حارس افضل ظهير ايمن افضل ظهير ايسر افضل قلب الدفاع افضل ارتكاز افضل يعني لاعب ام اف او افضل رأس حربة يعني سوف نقوم بوضع التشكيلة الميتالية يا اصدقاء لذلك قوم بمتابعة هذا الفيديو من اول دقيقة حتى اخر دقيقة لتعرفه من هو افضل يعني من من هو من افضل حارس حتى افضل مهاجم في اللعبة حتى لاني اصدقاء ولا تنسوا كذلك وايك استراك في قناة تفعيل زر الزرس وترك تعليق محفز لنا وهذه الفكرة يعني هذه الفكرة اينا اقول لك مثلا اذا اعطيتك حارس يعني ليس هو يعني انا لا اجزم اقول لك ان هذا افضل حارس يعني اقد تكون بعض الاختلافات يعني هذه الفيديوهات تكون فقط لمشاركة اراء مثلا انا اقول هذا افضل حارس انت في التعليقات تقول انك تعتقد هذا افضل حارس ونقوم بمناقشة الافكار اصدقاء حتى يعني نتوصل لحل ونعرف يعني كل اه قدرات كل حارس وقدرات كل لاعب وافضل لحني لاعب في كل مركز اصدقاء والان نبدأ هذا الفيديو وندخل في الشرع المهم اصدقاء نقوم بالدخول الى التشكيلة صوفا انا تمثل اولا على تشكيلة يعني 4 3 1 2 هي التي التي انا عبنا حاليا اصدقاء المهم فافضل حارس يعني موجود في اللعب انا لن اقول لك مثلا افضل حارس يقدم ب5000 اوليو جي بي او 10.000 اوليو جي بي او 200.000 اوليو جي بي لا هذا افضل حارس موجود في اللعب المهم اصدقاء نقوم بالدخول الى خطة الخاصة بنا اعتقد ان نوير حاليا افضل حارس لكن ليس لوحده اه كذلك هو حارس جيد والايو اوليو بينت كل ميشة موتي يعني هؤلاء التلاتة الحراس هما في نفس الخط يعني اي هم في نفس المستوي يعني اي حارس هذي هو حارس سوف يكون جيد معك وكيف المهم يا اصدقاء هؤلاء كانوا افضل ثلاثة حراس يعني كورتوا وبلاك ونويل هما افضل ثلاثة حراس العادين يعني اتحدث عن الاساطير عما يتحدث عن الاساطير سوف اقول لك كاطياس هو افضل حارس اسطرة لكن انا الان اتحدث عن اللاعبين العادين فقط لا يوجد نجوم اسبوع لا يوجد اساطير لا يوجد اي شيء يعني الحراس العاديين نوير اوبراك وكورتوا في نفس المستوى هم افضل يعني الحراس الذين يمكن ان تلعب بهم في هذا المركز الخاص باحراس المرمو. اما بالنسبة لمركز الظاهرة الايمن فمن وجهة نظري اصدقاء اذا كان لديك يعني رأي اخر حول افضل الظاهرة الايمن اذكروا في التعليقات نقوم بمناقشة الافكار المهم اعتقد ان كانسيلو ينفع كثيرا في مركز الظاهرة الايمن كما انه ينفع في مركز الظاهرة الايصر لكن اذا لم يكن لديك مثلا اذا كان لديك كانسيلو وترينش اليكسندر ارنولد ولم يكن لديك ظاهر ايصر انصحك باللعب مثل ما العب انا تضع ترينش اليكسندر ارنولد في الجانب الايمن وجواء كانسيلو في الجانب الايصر لكن اذا كان لديك ظاهر ايصر تقوم بوضع كانسيلو في الظاهرة الايمن وتقوم باخراج ترينش اليكسندر ارنالد الى الاحتياط لانه برأيه جواو كانسيلو افضل هجوميا يساند هجوميا اكثر من ترينش اليكساندر ارنالد لديه عرضيات افضل وكذلك اه يقوم بالمساندة الدفاعي افضل من ترينش اليكساندر ارنالد وبذلك يكون هو افضل ظهير ايمن في اللعبة. اما بالنسبة لي قلوب الدفاعي الاستقاع فلا يمكن يعني ان نذكر قلب الدفاع ولا نتحدث عن فانديك. فانديك افضل قلب دفاع في اللعبة حاليا الاستقاع. كما انه يقوم ببناء اللعب بشكل رهيب يعطيك تمريرات خرافية تجعلك في انفراد امام المربع يعني. فانديك افضل قلب دفاع. اما بالنسبة لي قلب الدفاع التاني فهو اه مدافع بايران ميونيخ ماتياس ديليخت. كما تشاهدوني اصدقائي هذه طاقة اللاعب ماتياس ديليخت. هو حاليا ليس في التشكيلة لكن هو من افضل اللاعبين المدافعين قلوب الدفاع يعني الموجودين في اللعبة. حتى الان يعني هو قوي بدنيا يتميز يعني بالتدخلات يعني هو من المدافع اعتقد منه كذلك البيل الضعب كما تشاهدون يعني لاعبين يقومون ببناء الهجمات ماتياس ديليخت وفان دايك هما لاعبين رائعين وكذلك اذا كنت متى تحتاج الى لاعب ديستروير فهناك لاعب لا يعرف الكثير ولا يلعب الكثير من الاشخاص وهو شكرين يار لاعب اه مدافع يعني المدافع جيد كذلك يا اصدقاء لكن بالنسبة لي في المجمل فان ماتياس ديليخت وفان دايك هم افضل المدافعين الموجودين في اللعبة. مركز الضاهير الايصر اعتقد قلنا كذلك يمكنك الاحتمال على جواو كانسلو في مركز الضاهير الايصر وكذلك اللاعب جيد اصدقاء في مركز الضاهير الايصر ونترك ترينت عليكساندر ارنولد افضل لاعب في مركز الضاهير الايمن يعني تحدثنا الان عن الحراس وكذلك عن قلوب الدفاع والاظاهرة اذا كان لديكم اي رأي مغير اصدقاء اتركه في التعليقات حتى نتعرف على لاعبين جدد ونقوم بشرحهم في الفيديوهات القادمة ان شاء الله يا اصدقاء الان تحدثنا عن الحراس قلنا هناك اوبلاك نوير وكورتوا هم حراس في نفس المستوي الاستقاع هناك كذلك في مركز قلب الدفاع فانضايك وماتيا زيليكس اما في الضاهير الايمن هناك ترينت عليكساندر ارنولد وفي الضاهير الايصر هناك جواو كانسلو هؤلاء هم افضل يعني اللاعبين حتى الان في المراكز الدفاعية وفي مركز حراسة المرمى اما بالنسبة يا اصدقاء لمركز الارتكاز فلا يمكننا الحديث عن هذا المركز بدون ذكر كيميش كيميش هو الملك وهو الحاكم في مركز الارتكاز او الدي ام اف هذا اللاعب ينفع كذلك كضاهير ايمن كماته estud OUR اصدقاء ينفع كسب ام اف د ام اف يعني لاعب اسطوري وخراف احتى ارقام اللاعب اصدقاء ارقام اللاعب تتحدث عنه يعني هذا اللاعب متفق عليه من الجميع كيميش في مركز الارتكاز هو الافضل افضل لاعب حاليا في مركز الارتكاز يعني لا نقاش استقاع افضل لاعب في هذا المركز هو كيميش انظرووا يعني ارقامه تتحدث عن يعني لن تحتاج ان تسأل اي شخص او يعني اي شخص يتحدث عن كيميتش. عندما تتحدث عن مركز الارتكاز او مركز التامف فان كيميتش هو الانسب حتى الان في اللعبة اصدقاء وكذلك ينفع كظهير عيمن وينفع كذلك كسامف. يعني هذا المركز الخاص بالارتكاز هو محجوز للعب كيميتش. في مركز السامف يعني نجد برناردو سيلفا. بالنسبة لي شخصيا انا اقول لك يعني تجربتي الشخصية برناردو سيلفا افضل لاعب سامف حاليا موجود في اللعبة كذلك ينفع يلعب في مركز الامف لكن لن استخدمه في مركز الامف لان هناك لاعبين اخرين ينفعون في هذا المركز لذلك سوف يكون هو من الافضل الموجود من افضل اللعبين الموجودين حتى الان في مركز السامف اصدقاء حتى يعني طاقة اللعب تتحدث عنه كذلك ينفع في العديد من الاشياء وينظروا الى يعني بعض الاشياء الاخرى هنا يعني هو اللاعب في بالمناسبة سوف اقوم بشرح اللاعب في الفيديوهات القادمة ان شاء الله يا اصدقاء يبقوا مترقبين سوف يكون فيديو اخرى يعني لاعب انظر ارقام وتتحدث عنه يعني لن يحتاج اي شخص كذلك يتحدث عنه في مركز هذا المركز الخاص بس ام اف انظر حتى يلعب في العديد من المراكز يعني اللاعب يعني برناردو سوفي اصدقاء بتمان جيد ومعقول ويلعب افضل لاعب في مركز السامف وكذلك يمكنك الاعتماد على كازميرو اذا كنت تلعب باتنين سامف يمكنك الاعتماد على كازميرو او مودريت يعني اللاعبين محترمين يا اصدقاء في مركز السامف اما في مركز فيوجد دي بروين يا اصدقاء كذلك لا نحتاج الحديث عنه يعني اللاعب اصطوري اصدقاء في الاستحواذ بمعنى يلعبون مانشستر سيت يلعبون بسلو غورد يلو سوف تجد ان جميع اللاعبين هنا لديهم نسبة الاستحواذ عليها وطاقتهم في الاستحواذ عليها لكن يلعبون كذلك هجمات مرتدة انظر الى طاقة هذا اللاعب في المستوى الاول كذلك اللي سلدي دي بروين حاليا في التشكيل الاصدقاء انظروا يعني يقوم بالتسديد والتمرير والدريبل وكذلك لديه بعض المهارات الاسطورية اصدقاء انظر يعني مهارات اه الكتير من المهارات التي يملك كيفين دي بروين وهو اوضل لاعب في مركز الام اف حتى الان في اللعب يعني اه اشاهدت العديد من الاشخاص يلعبون به وقمت يعني بتجربة اه تجربة هذا اللاعب عند بعض الاصدقاء لديه مهارات خرافية اصدقاء وتسديدات يعطيك تمريرات حاسمة تجعلك في انفراط امام المرمى التسديدات وتقريبا هدف كذلك يمكنك اه لعب اه الركنيات يقوم بتقديم الركنيات خرافية يعطيك الكرة على رأس المهاجمين يا اصدقاء كيفين دي بروين هو افضل لاعب في مركز الام اف ولا يستقعني ننتقل الى مركز الار دبليو اف في مركز الار دبليو اف او الجناح الايمن سوف نعتمد على ليونيل ميسي يمكنك الاعتماد على ميسي في مركز او كما كلاعب لكن سوف نعتمد على اه كيفين دي بروين في مركز الام اف ونعتمد على ميسي ار دبليو اف او مركز الظاهر الايمني اصدقاء كما اكثر يعني ميسي لديه كذلك طاقة خرافية ممكنك الاعتماد عليه كمهاجم وهمي لكن سوف نترك يعني اللاعب يعني اذا كنت تحتاج مهاجم وهمي او مهاجم تاني يمكنك الاعجماد على ميسي اذا كان متوفر لديك ويمكنك الاعجماد عليك جناح ايمن يا اصدقاء. يعني انظروا العديد من المهارات الموجودة لدى هذا اللاعب. وكذلك طريقة التطوير سوف تكون حاسمة معك. لكن اذا كان لديك ميسي وقمت بتطويره بطريقة خاطئة انتظر فقط التحديد السارة القادمة التي سوف يمكنك فيها عادة تطوير اللاعبين ان شاء الله ويمكنك تطوير اللاعب من جديد واعطائه مهارات جديدة. الان يا اصدقاء بما اننا وصلنا الى مركز الجناحين وتحددنا عن مركز الجناح الايمان. سوف ننتقل الان ونتحدث عن مركز الجناح الايصر. مثلا يا اصدقاء انا لديك العديد من اللاعبين لكن مثلا اضع كريستيانو في مركز مثلا اه الجناح الايصر. لكن كريستيانو ليس افضل شيء في مركز الظهير الايصر. هو يلعبك رأس حربة لكن رأس حربة مكان مشغوله سوف نتحدث عنه اه يعني بعد ان نتحدث عن مركز الظهير الايصر. مركز الظهير الايصر اذا كان هناك كريستيانو سوف يكون جيد. لان كريستيانو سريع يقوم بالضربة الرأسية اذا كانت هناك كرة تعرضيات. يساند الهجوم بشكل كبير. لكن هو ليس افضل شيء. لكن يبقى لاعب مفيد. اما بالنسبة للافضل يعني اقولك انه افضل لاعب في مركز يعني الظهير الايصر يا اصدقاء. فهو اللاعب نايمار يا اصدقاء. افضل لاعب في مركز الظهير الايصر هو نايمار. وهناك كذلك اللاعب هيونغ مينسون هو اللاعب اسطوري لانه سريع يعطيك العديد منك. اذا كنت تلعب اوت وايد او هجمات مورتتة فيمكنك الاعتماد على هيونغ مينسون لكن اذا كنت تلعب يمكنك الاعتماد على نايمار وهو اللاعب اخرى في الانه يقوم باعطاء تمريرات وحلول كبيرة في الهجوم. كما انه يعني ممتاز في المراوغات او ويعطيك العديد من الحلول يمكنك الاعتماد عليه كذلك في حدات مركز انظروا هنا الى طاقة هذا اللاعب. قلت لك ان اذا كنت تلعب استحواذ كذلك كما ترون ان طاقة في الاستحواذ هي خرافية تمانون وهذه طاقة اللاعب يعني الذي العديد من المهارات كذلك اصدقاء وهو افضل ظهير ايصر بالنسبة لاشخاص الذين يلعبون استحواذ. لكن اذا كنت تلعب هجمات مرسدة وتريد الوصول الى يعني المرمى. بسرعة فيمكنك الاعتماد على كما تشاهدوني اصدقاء هيونج مينسون لاعب خرافي في الهجمات السرعة كما ترون الذي مرتفع سبعون وكذلك السرعة الخاصة بهذا اللاعب جميعنا نعلم يعني ان هيونج مينسون لاعب سريع جدا بصراح لاعب اصدوري اربعة وتمانون في السرعة اصدقاء وهذه هي المهارات الخاصة به. المهم هنا لك اللاعبين. وكل لاعب يعني مناسب للاعب خاص به. اذا كنت تلعب استحواذ فيمكنك الاعتماد على نايمار. لكن اذا كنت تلعب هجمات مرسدة وتريد الوصول الى انمار ما بسرعة فصونج هيونج مين يعني لاعب سوف يكون استوري ومناسب لك يا اصدقاء. اما كريستان هذا اذا كان لم يكن لديك لاعبين يعني اه لم يكن لديك لا نايمار ولا صونج هيونج مين يمكنك الاعتماد على كريستان روناندو وكذلك بالنسبة لمركز الجناح الامن اذا لم يكن لديك ميسي فمحمد صلاح سوف يكون كذلك كافي معك. والان اصدقاء ننتقل الى اخر مركز وهو مركز رأس الحربة. ومركز رأس الحربة لا جدال فيه لا يمكن مناقشة هذا الامر بتاتا. نحن نتحدث عن لاعبين عادية ليس نجوم اسبوع. وفي اللاعبين العادية لن تجد افضل من هذا الخيار. ومن غيره كيليان مبابي. افضل لاعب مهاجم رأس حربة صريح. هذا اللاعب اصدقاء هو افضل ما يمكنك اللاعب به يناسب الاستحواذ الهجمات المرشدة وكل شيء. خاصة الهجمات المرشدة لانه لاعب طائرة لاعب سريع اصدقاء يصل الى المرمى يقوم با اه يعني سرعة خرافية لديه لا يمكن للمدافعين الخاصين بالخصم امساك هذا اللاعب رغم انه يضيع بعض الكرات السارة في بعض الاحيان لكن كذلك انه لاعب جيد في التسديد ولديه سرعة كبيرة يقوم كذلك بلاعب ضربات رأسية هؤلاء لاعبين عادين يعني لا نتحدث عن نجوم الاسبوع وكل تلك الاشياء لانه هناك العديد من الخيار عندما نتحدث عن نجوم الاسبوع لكن رأس الحربة اللاعبين العادين فكريان يبقى افضل خيار لك يا صديقي اذا كنت تريد اللاعب بلاعب عادي وشرائه بالجي بي وتطويره يعني افضل خيار يا اصدقاء وكانت هذه هي التشكيلة المثالية التي قمنا بانشائها اليومي اصدقاء في هذا الفيديو يعني حارس المرمى يجي تجد ان لديك نوير او اوبلاك او كورت وهذه ثلاث خيارات في نفس المستوى يعني يمكنكم لعب باوبلاك يعني لا حارس اسطوري كذلك في مركز الضاهرة الايمن سوف تجد ترينت عليكساندر ارنولد في مركز خالبة الدفاع سوف تجد اه فاندايك وماتياس ديليكس مركز الضاهرة الايصر سوف تجد في مركز هنا. يعني اصدقاء تجد درناردو سيلفا اما في الجهة الثانية من سوف يمكنك الاعتماد على كازيميرو او مودريش اما في مركز او يمكنك الاعتماد على في مركز الايمن يمكنك الاعتماد على وهو افضل لاعن اما في مركز او الجناح الايمن ممكنك الاعتماد على ميسي اذا لم يكن لديك ميسي فمحمد صلاح يكون يعني كافي للفوز في جميع المباريات في مركز الضاهرة الايسر قنع نايمار يعني بالنسبة لاستحواذ وهيونج وهونج هيونج مين بالنسبة للهجمات المرتدة السريعة اذا لم يكن لديك هذين اللاعبين يبقى عليك اختيار كيستانورونادو اذا كان متوفر اما بالنسبة لرأس الحربة فقطعا انه اه كيليان مبابي اصدقائي اتمنى ان تكونوا قد فهمتم الفيديو وتعرفتم على التشكيلة الميتالية في اي فوتبول الفين وثلاثة وعشرون اذا كان لديكم رأي اخر او رأي مغير في بالنسبة لبعض المراكز قوموا بطرح يعني جميع الذعبين الموجودين في التعليقات ونناقش على افكاري اصدقائي وكان هذا كل شيء في هذا الفيديو انشاء الله اراكم في فيديو قادم وودعا